انا شاب عندي 16 سنة وفي سنة وعام وفي مرة قابلت مع مدرس تاريخ وقال لي عايز حابب اشرح منك شرح التسليس والتوحيد شرحت له المثل المشهور اللي هو انت عندك سلاسة اسماء هل لما اقول الاسم الاول يبقى لغيت التاني وبعدين هو ما اختنعش وبعدين قال لي في الانجيل المسيح قال الوي الوي لما شبقتني وقال له وفيه اب يسيب ابنه وما عرفتش ارد عليه وقال لي انا عارف انا وانت نقاش مع بعض طيب يا ابونا انا ارد اقول له ايه على السؤال ده وادخل معاه في نقاش ولا لا بص يا حبيبي ما تدخلش مع حد في نقاش ان ما كانش ليك دراية لما يكون ليك دراية كنوا مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم انت اولا جوابتوا بطريقة غلط ايه عندك تلات اسماء ونوضحت لك باسم يبقى الاسمين التانيين هم دول ومين قالك ان الله ليه تلات اسماء الله ليه اسم واحد باسم ما قالش باسم الاب باسم الاب باسم الابن باسم الروح القدس يبقى ليه تلات اسماء لا باسم الاب والابن والروح القدس لكن علشان تجاوب على المدرس بتاعك رغم ان انا شرحتها مئة مرة ولو انت دخلت على الاسئلة بتاعتي في قناة الحرية وكتبت التسليس والتوحيد لفلان الفلاني هتلاقي الاجابة واضحة لكن بالاختصار اقولك لما يكون واحد انت ما شفتوش وعايز انا اعرفك عليه يبقى اوريك صورته اقولك اهو يعني مثلا عندي ابن في امريكا وبعدين انت قلت له هو ابنك ايه وشكله ازاي وحياته ازاي اقولك دي الصورة بتاعته فالانسان هو صورة الله احنا لم نرى الله الله لم يره احد قط لكن الله الذي لم يره احد قط قال نعم للانسان على صورتنا كشبهنا فانت صورة الله امسك نفسك كده يا ابني فيك ذات ولا لا مش بتقول انا قلت انا رحت انا 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 اتصرفت انا خدت قراري يبقى فيك ذات طيب فيك عقل ولا لا تقول لفيه عقل بفكر فيه طيب فيك روح ولا لا تقول لفيه روح طيب هل ذاتك هي عقلك تقول لي لا وهل عقلك هو روحك تقول لي لا وهل انت تلاتة لا انت واحد قائم بذاتك ناطق بعقلك حي بروحك ادي ادي التسليس فالله يعني لو مسكت اي واحد لا يؤمن بالسلوس الاقدس يعني غير مؤمن سألته سؤال تؤمن بان الله موجود هيقولك لا مش موجود بس دواجد الوجود اقولك طب هل الله الموجود دو ولا وجد الوجود عاقل ولا غير عاقل تقول لي لا ده كلي العقل طب الله وجد الوجود كلي العقل حي ولا ميت تقول الله حي طب لما اقول باسم الوجود والعقل والحياة التي في الاله الواحد يبقى انا بأمن بتلات اله انا بأمن باله واحد قائم بذاته ناطق بعقله حي بروحه دو النقطة الاساسية ترجمة نانسي demasiado ترجمة نانسي قنقر جهلا